الكبري البليد جيردر الريلوي بريدج وعرفنا انه برضه مفتاح اي مشروع اي مشروع ستيل عموما ان احنا نرسم اللي قاوت اللي قاوت ده عشان انا بحط العناصر اللي هستخدمها ان انا احط عليها الاحمال هتفدني بعد كده في التصميم بمعنى اصح دي دي فايدت اللي قاوت مش فايدت وان انا اعمل اسقاط حرفي لا اسمها لا خلص بعد ما عملت اللي قاوت ابدأ اصمم طيب اصمم ايه بقى اتفاقتي معيكو عشان اعرف اصمم لازم ابقى عارف نقل الحمل بتاعي الحمل ماشي ازاي انا عرفت خلاص ان الحمل على طول بيبقى ان كل قطرة بيبقى ماشي على فلانكات وقطبان القطبان دي بتبقى مرتكز على اتنين سترينجر ده معنى ان اول عنصر بالنسبالي هابدأ اصممه هي السترينجر لان هي اول حاجة بيروح لها الحمل نزل السترينجر فيه كده رقم يعني انديكيشن مش اكتر لان بيقول ان اللسبان بتاعي السترينجر عموما بيكون من 3 ل 5 متر ده رقم انديكيشن كده ولا كده هو بيبقى جيفن وعرفنا بيبقى جيفن ازاي ان هو في بيجيب لكوبري ويقول لي اللسبان بتاعي البردجو مثلا 30 متر ويقول لي ان التلاتين متر دي متقسمة لتين بانل ده معناه يا شباب معناه ان انا عندي 30 على 10 تلاتة متر كل تلاتة مترا حتى كروس جردر بالمنظر ده كده ياهمي دي ان اللسبان ده كله 30 متر وقال لي ان هو مقسمها التين بانل البانل بتبقى متحددة باتنين كروس جردر كده دي اسمها بانل المنظر ده يبقى انا كل تلاتة كروس جردر طيب تمام طب انا في التلاتة متر دول برضو استفدت بيهم ايه استفدت ان انا عارف ان اللسترينجر بتكون مرتكزة على الكروس جردر نعم معنا ان اللسبان بتاع الاسترينجر هو نفسه لسبانكز Keeping Kroos جردر يبقى من ثلاتة لخمسة متر ده رقم ليك تعرفه لنفسك ولكن هو مديني اللسبان بتاع الاسترينجر اللسبان بتاع الاسترينجر هو نفسه بتين كروس جردر هنبدأ ان نتعرف اول حاجة في خطوة التصميم نعم عايزة عارفة اللسبان تاني حاجة تدركة السيسم بتاعي ثالث حاجة أنا أحط الأحمال بتاعتي رابع حاجة أطلع أسترينجر يجي أكثر يبقى بالنسبة لللسبان عرفت خلاص اللسبان هو اللسبان هي بتوين كروس جرد طيب الستاتيكال سيستيم أقول لك عندك حلين ونطيئ إما تتعامل مع السترينجر دي أنها سيمبل بيم أن أنت عندك إحنا كلنا عارفين أن السترينجر مكملة مكملة بكامل طول البحر بتاع الكبري كلنا عارفين كده بس ألم أنت تعتبر أن السترينجر دي سيمبل من هنا لهنا مرتكزة سيمبل مع الكروس دي سيمبل بيم تتعامل ده دي حل الحل الثاني أن أنت تتعامل معها إنها كامرة كنت تمامة برضو يعني هعملها إزاي دي مش مهندسة قال لك دي جيبت بان لك وانت تأخذ بالك مش مهندسة صامر صوت حضريك بيقطع حد يا شباب غير زميلنا الصوت بيقطع عنده أنا السورة مش ظهر عندي وأنا عموما لسه دفع عن ننت أصلا يعني طب بقيت زميلنا طب بص يعني هندسة خمس داق كده ولو البشمهدس يعني اللي بيقولي الصوت بيقطع لو لسه بيقطع وقفني مش عارفة وصراحة ويكون بيقطع ليه ربنا يسهل شكرا يا باحنا خلاص هارفنا اللي سبان بتاع اللي سترينجر هو تاني حاجة طب هتعامل معاه انها سيمبل ولا كنتينيوس قال لك انت عندك الحلين والله يا إما تتعامل سيمبل بس بعد كده تاخد بالك ان الكنكشن بتوين اللي سترينجر والكورس جردر وانت بتصممها هتصممها انها سيمبل يا إما انت تصمم اللي سترينجر دي كنتينيوس وده فعلا الطبيعي هو الطبيعي على فاكرة ملكتينيوس أي حال ان stereotype يشوفها بعيني هيبقى شكرا فالحال التاني ان انت تصممها كنتينيوس فده هيبان في الكورس بتاعتها وهيبان برضو في الكنكشن واحنا السكشن اللي بناخد فيه هؤقوللكه كده اللي كان بتبان لي حتة السيمبل والكونتينوز دي بتبانلي هنا في الكوروز سيكشنز بتاعة الكاميرا وبتبانلي في الكونيكشن وهنعرف ازاي دلوقتي بنصممها ازاي سيمبل وازاي كونتينوز هيعملها ممكن حد يقول لي باش مانتزي طب ايه الافضل ممكن حد يقول لي كده والله هي المسألة النسبية شوية يعني ممكن مثلا حد يصممها سيمبل وحد يصممها كونتينوز وفي الاخر يشوف يا انهي حالة هتطلع كوروز سيكشن اقل هو البديه ان الكوروز سيكشن الاقل يطلع من حالة الكونتينوز على فكرة بس مش دايما ساعات بيطلع هم الاثنين كوروز سيكشن زرعيبها من بعض تخليك تقول لا تماقي اللي خليني بيها عاملها كونتينوز واتعد نفسي في الكونيكشن بتاعتها الكونيكشن 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 الصعبة عن السيمبل فممكن اللي مثلا في بعد كده بتكلم عموان في التصميم يعني اللي يلاقي ان هو في حالة السيمبل الكطاع ما كبيرش قوي يعني انها لو كانت كونتينوز يشتغل انها سيمبل لان الكونيكشن تبقى اسهل بكتير واوفر فهي المسألة النسبية في كده السيمبل بتوفرلك في الكوروز سيكشن قصدي السيمبل بتطلع لك كوروز سيكشن كبير بس الكونيكشن اصغر يعني الكونيكشن الماتيريا بتاعتها اقل لكن الكونيكشن وستطلع لك كوروز سيكشن صغير صغير ومش صغير قوي برضو بالحالة اللي احنا يعني متخيلينها مش تغير قوي. بس الكنيكشن بتاعتها أصعب. وبتاخد ماتيريا لأكتر وبتاخد مجهود أكتر. فهي المسألة النسبية. وفي الحالتين والله يبدال انت بتصمم صحي بقى انت خلاص تمام كده. محدش يقولك حاجة. بالنسبة للستاتيكال سيستم قالك ان انت ممكن تصممها انها تكون سيمبل. في الحالة دي ان انت عندك سيمبل بيم. اللسبان بتاعه بتوين كروس جردر. وتتعامل عادي خالص بالسترينج اكشن بتاعت سيمبل بيم. يا اما انت تصممها انها كاميرا كنتينيوس. وفي الحالة دي هتلاقي ان انت عندك كأنك بتعمل بمعنى ايه? ان انت بدل ما المومنت كله كان متجمع هنا في المكان ده كده في المنتصف البحر هنا او هنا. بدأت تشيل منه. تشيل منه وتحاول تعمل على السببورطات نيجيتف. ايه دي فكرة الكنتينيوس على فكرة. ان انت بتعمل للمومنت. بدل ما كله متركز في بتبدأ تشيل منه شوية وتحمل على الكروس اكشن الفوق السببورط. فبدأ هنا. القيم دي يا شباب نحفظها. اكيد ان احنا مش هنروح نحل مومنت كونتينيوس يعني. مش هنروح نقعد نحل مثلا كاميرا ديترمنت والكلام ده. فالقيم دي احنا هنحفظها. تلات قيم دي. ولكن قبل ما ندخل في الحل سواء انت عايز تصمم منها سيمبل ولا كونتينيوس. انت هتمشي في الخطوات خطوات خالص بتاعة اللود والسترينيج اكشن كأنك بتحسب لسيمبل. عشان الناس ما تطلق. وفي الاخر خالص تبقى ندرب في الفاكتورز دي. الشباب. يا بس سواء انت بتصمم سيمبل ولا كونتينيوس. هتمشي في خطواتك باللود بسترينيج اكشن بكل حاجة هتمشي انها سيمبل. وفي الاخر خالص هتبدأ بعد كده تبقى تدرب في الفاكتورز دي دي وانت بتصمم. يبقى انا اصلا مش هفتكر حتة الكونتينيوس دي غير في اخر خطوة خالص في التصميم. لكن اللود والسترينيج اكشن بتعامل عادي خالص انها سيمبل. للتسهيل يعني. طيب بعد ما عرفت اللسبان والستاتيكال سيستم بتاع الكاميرا بتاعتي. عايز اعرف الاحمال اللي عندي. عندي تلات انواع من الاحمال. ديت لوت ولايف لوت ودول معروفين. بس ايه اللي اختلاف بقى فى اللايف لوت بتاعنا المرةه دي عن اللايف لوت اللي كنا بنحطه فسنة تالتة فى التغطيات المعدنية بتاعتنا فى التراس والفريم. ان انا لما كنت بحط 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 الدراس والفريم كنت بحطه استاتيك. يعني بقول مسلاً ان انا عندي فيريم بالمنزر ده. بحط هنا لايف لوت يونيفور ملود مسلاً كده.، آآآ استين في اس. سي يعني اي ركم. وبحط يونيفور ملود. بس كنت بتعمل مع النهو نتاتك ثابت في المكان لم تتترك ش لكن الليف لود المراتى معايا لأ اللايف لود المراتى مووفنج اللوت الحملة ده هيبقى عبارة عن حمل القطر اللي بيتحرك والقطر ده مش ثابت مش استاتك ده حمل مووفنج لوت على عكس مثلا المنشآت بتاعتنا بغد نزع المنشآت المعدنية المباني الساكنية والأبراغ انت بتحط اللايف لود بس بتتعمل معنى هو استاتك ما بتتعملش معنى هو مووفنج live load ده اللي هو حملي حملي اي حاجة انت حطيتها في الدور كده ده كده live load فانت بتتعامل معايا انه هو static مع عمرك وانت بتتعامل معايا انه moving فالاختلاف المراضي في الكباري ان انت بتحط live load ولكن هو moving load طيب تالع اتنوع هو impact load او impact effect او dynamic effect دي النتيجة التأثير ان live load بتاعك مش ثابت مش static live load moving فطول ما هو بيتحرك بيعمل تأثير على الكاميرا كأن مثلا العجلة بتتحرك ده مثلا السكر الحديد بتاعتي والعجلة مشي هنا فالعجلة تيجي تدور كده وتخبط في الريلز التاعتي والريلز طبعا متثبت على الفلانكات اللي بتدين في حتة impact دي نتيجة ان انت عندك live load مش ثابت وبرضه العجلات بتاعتك مثلا مش دايرة كده بالضبط perfect فهتيجي تتحرك بنسيبية على كاميرا الخط فمش هتأثر لي على الريلز لا هي متبقاش perfect ولا الريلز بتكون perfect وما فيش اي حاجة في الدنيا بتكون perfect للعلم يعني الناس بعد كده اللي يعني تتعمق شوية في التصميم هتقولي هتلاقي ان احنا اصلا بناخد كده فاكتور معانا في التصميم حاجة اسمها imperfection imperfection دي لان انت ما عندكش اي قطاع معدني في الدنيا بيطلع لك perfect دايما بيبقى فيه صغيرة قوي ممكن تبقى صغيرة انت مش شايفها بالسيئة موجودة وبتأثر معاك لان ما فيش اي اكتاب في الدنيا بيرفكت فبالتالي بيبقى تاخد اي تأثير الارمتاك معاك طيب دي كده انوع الاحمال ناخدها بقى بالالتفصيل بالنسبة للdate load انا عارف ان اتنين السترينجر بتوعي بيبقوا شاهلين تراك فوقيهم تمام كده يبقى كل تراك شاهلوا اتنين استرينجر طيب بالنسبة للسترينجر بتاعتي انا اللي ما اجي صمم هاخد واحدة منها وما اصممها طب بتبقى شايلة ايه بقى في الديد لود قال لك اول حاجة انها تبقى شايلة نفسها حملها يبلقون ويد بتاع السترينجر انا بديله الرقم بفرضه بين 100 ال 150 كيلو جرام على المتر الطولي طبعا ده حمل الكاميرا موزع على المتر الطولي يونفرم طب بتبقى ايه شايلة ايه تاني قال لك تبقى شايلة بقى التراك بتاعي طب بتبقى شايلة التراك كله لأ انت شايفة هون التراك متحمل على اثنين استرينجر يبقى كل استرينجر من دول شايلة نص تراك فانا برضو بفرض الرقم 600 يبقى شايلة نص التراك بس 600 عامل على اثنين طب شايلة ايه تاني قال لك ان تنسيت ان احنا كنا دايما بنحط استرينجر بريسنج فبالتالي استرينجر بتاعتك تبقى شايلة برضو استرينجر بريسنج ويت طب استرينجر بريسنج ده بتديله رقم من كامل كامل قالك بديله رقم من 20 إلى 25 كيلو جرام على المتر الطول لما اجي أجمع الثلاثة أرقام دول يبقى التوتال ديد لود اللي بتشيله السترينجر الواحدة عبارة عن ونفرد هتاخد المية زائد الثلتمية زائد العشرين فهيديلك رقم من 420 لربعمية خمسة وسبعين كيلو جرام على المتر الطول احنا بنفرد رقم من ده يا شباب ليه بقى؟ لان انا ما صنبتش استرينجر انا مش عارف هناخدها مية ولا مية وخمسين بس هما من كتر التصميم لقوا ان الواحد بتاع الاسترينجر عمره ما بيقل عن مية وما بيزيدش عن مية وخمسين فقالك ان انت لو خدت رقم في الرنج ده انت دايما تبقى سيف يعني في الطبيعي فان انت لما تيجي تفرض حاجة المفروض بعد ما تخلص تصميم بترجع تشيك عليها ده التصميم الصح ان انت ترجع تشيك عن اللي انت فردته ولكن احنا اصلا هما من كتر التصميم هما وصلوا للارقام دي وعرفوا انت مهما حصل معاك عمرك ما بتطلع بالنسبة للفرد الاحمال فاحنا دلوقتي في الاخر يبقى وصلت ان التوتا الديدلود اللي شايلالسترينجر مدرع مية وعشرين لربعمائة خمسة وسبعين كيلو جرام على المتر الطولي وعرفنا تفصيلها حد عند مشكلة الشباب او لسه الصوت مقطع عند اللي كان بيسأل ده تماما اشبار تماما يبدأ كده الديدلود اللي شايلالسترينجر الواحدة طب بالنسبة باللليفلود ده ده التراج بتاعي اتنين استرينجر شايلين سليبر او شايلين قطبان يعني دي الاسترينجر بس مكملة لجوه كيانك بتاخد بس الشوت كده دي دي مش اكتر الفلانكات او القطبان بتاعتك دي مكملة برضو مرصوصة كده ورا بعض حمد القطرة بيبقى ماشي بيتحرك في المكان ده كده القطرة ماشي في الاتجاه ده لما دخلنا قود الاحمال قالوا لنا في الكبار بتاعة الريلوي احنا هنددلكو حملة افكتف لحملة العربية القطرة يبقى الحملة اللي انا هوريهولكو دلوقتي بتاع الليفلود ده كأنه لود افكتف مكافئ فعلا لعربية القطرة فوزعوه ازاي افكتف ده قالك انا هعتبر ان القطر بتاعي ده عبارة عن اربع احمال الكونسنتريتد كويمة كل حملة فيهم خمسة وعشرين وفيه حاولة تمام يا شباب حملة عربية القطرة الواحدة حتى انا حطاه في النصر ده بنسميه ده كده في نصر العربة قالك انا هحطي لك حملة افكتف ده انا جايباها من كود الاحمال مش من كود الاستيل ده مالوش علاقة بالاستيل ده كود الاحمال انا بتعامل مع الاكسلوت قالك ان العربية دي انا هركز حملة افاربع عجلات كل عجل اتشيل خمسة وعشرين ويرفرمولوت تمانية طنع المتر الطولي يميل وشمال طب انا دلوقتي بصمم سترينجر واحدة ما باخدش الاتنين مع بعض كده طب هعمل ايه قالك خلاص اما ده كده بالنسبة لي ده الاكسلوت لو جلت اللقطة البرق اهو عبارة عن اربع احمال كونسنتراتد خمسة وعشرين طن ما بينهم مسافات واحد وستة من عشرة متر يميل وشمال يميل وشمال وتحط الانفورمولوت طب لما تيجي تصمم الاسترينجر قالك لا لما تيجي تصمم الاسترينجر انت هتتعامل مع الويل لود الويل لود ده يعني انت بتقسم الاكسلوت ده على اثنين يعني دي الاسترينجر بتاعتنا هتبدأ ان انت تقسم الاكسلوت ده على اثنين يميل وشمال كل استرينجر تشيل النص فهتلاقي ان انت عندك الويل لود ده اللي بيشيله الاسترينجر يبقى كل استرينجر هتتعرض لاربع احمال كونسنتراتد كميتهم نص حمل الاكسلوت 25 على الاثنين 12 ونص وينفورمولوت كنته نص حمل الاكسلوت اربعة طن على المتر الطول ده كده حمل الويل لود وده من كود الاحمال يا شباب سيد انا دخل للامتحان ما جاب ليش شيرة لايف لود وما ادنيش اي قيم يبقى انا ملزم ببقى حافظتش اكل ده لان انت مش تدخل بالكود يبقى انت ملزم تبقى حافظ قيمة الاحمال دي طب طب حاجة تانية سيد احمل الامتحان لقيته بيقول لي اتعامل مع اكسل لود ومديني اربع احمال ومديني بدل الخمسة وعشرين دي 30 طن مثلا ممكن يكون بيتعامل مع قود قديم ولا حاجة كابت محطوطة قلاتية انا بفطرت بس معك مش قطر فانت ما تعملش دماغك ان انت لا تقول له لا ده انا بتعامل ان انا خمسة وعشرين فهتحل بالخمسة وعشرين لا حل باللي ما اديه لك دي حاجة تانية حاجة نخلي بلنا هو مديني اكسلود ولا مديني ويل لود اصلا لو مديني اكسلود فهو مديني حبل القطر كامل بدل مديني حبل القطر كامل اتنين لشان كل سترينجر بتشيل نص الحمل ده طيب لو مديني ويل لود لا خلاص هو اسأهلها عليا ومديني الحمل على طوله اللي هتعامل معاه بالتصميم بالسترينجر واضحة دي يا شباب لازم نركز لهو مديني ايه بالزبط ممكن يكون مش مديني حاجة يبقى انا كده ايه ريحت دماغي وهحط اللي انا حافظه هحط على طول الويل لود واتعامل معاه انا لما باجه اصمم بصمم بالويل لود وهو ده اللي بصمم بيه ده كده بالنسبة للايف لود بتاعي وزي ما قلت لكم اللايف لود مش ستاتيك بمعنى ان الاربع احمال دول مش سابقين في المكان ده مثلا لأ دول بيتحركوا وهنشو دلوقتي بيتحركوا ازاي بالنسبة هنا للسترينجر شايلة الاربع احمال دول دي مش مكانها هنا دايما لأ دي ممكن تبقى جاية هنا ممكن تبقى مكانها هنا ممكن يبقى مثلا السترينجر بتاعتي اللي هي السيمبل من الكروس جردر للكروس جردر ممكن تلاقي ان البكية دي كلها السترينجر في الحالة دي كانت متعرضة لينفورمولود بس ان القطر العجلات دي كانت في البكية اللي بعدها يعني فاهميني الحمل بتاعنا موفينج لود قبل كده كل اللي احنا كنا بنتعامل معنا قبل كده كان بيبقى حمل استاتيك هو اقن لايف لود وكنت بديله وكيمة كبيرة شوية عن الديد لود ولكن كان حمل استاتيك انا ما كنتش بحط الديناميك افكتر ما كنتش بحط الموفينج في المرة دي بge احنا بنحطه ده بالنسبة للايف لود احنا بعد ما بنحط كل لود على فكرة بنحطه بعد كياه نحسب استرينج اجشن فبالنسبة للديد لود كانت سهلة بقى ان انت بتحط ليينفورمولود وتحسب استرينج اجشن وهنا شوفها في المسألة دلوقتي طب بالنسبة للايف لود انت بتقولن يا النزا ده مش حمل استهبت طب انا هعرف مكانه ازاي لما كيف حسب استرينج اجشن انا دلوقتي عنددي نوعية من ا sharks moment to share عندي حالة هحسب منها المومنت هحرك الأحمال على أساسها بحيث أن نوصل للكريتكال ماكسيمو مومنت وعندي حالة هحرك برضو عليها الأحمال على أساسها بحيث أن نوصل للكريتكال ماكسيمو مومنت طيب لو أنا عايز أحسب مومنت ودي الأحمال بتاعتي خلاص ده الويل لوت بتاعي أحسب المومنت إزاي بقى الماكسيمو مومنت قال لك لو أنت عندك الإسبان بتاع الكروس جرد أقل من 3 و 2 من 10 وللعلم الحاجات دي مش حفظ اللي أنا بقوله ده مش حفظ أنا بجرب أنا نفسي مش حفظها لأنني أقرأهم معاك الحاجات اللي هقولها دي مش حفظ الشباب أنت بتجرب بتجرب إزاي بقى بتجيب الأحمال بتاعتك وتجيب الكروس جرد الاسترينجر أسفل بعد ما تجيب الاسترينجر والله يتجرب مثلا تاخد الحملة ده اللي أنا بشعر عليه ده تحطه في النص ويبقى على أساسه مومنت هيبقى المومنت في النص بعد النص تروح تتأكد أن المسافة دي تعمل تشك تشك على المسافة دي وتقارنها بواحد وستة من عشر يبقى يا شباب أول تشك عندي أو أول option عندي عشان أوصل للمكسيمو مومنت بما أن الحملة ده متحرك ومالوش مكان ثابت فأنا أحركوا براحتي تروح تاخد واحد من اللي في النص دول اللي اتنشر ونص اللي في النص دول تحطهم في النص اللي سبين بعد كده تعمل تشك على المسافة اللي يميلوا الشمال دي تشك أن أنت تقارنها بواحد وستة من عشر ممكن أنها تطلع أقل من واحد وستة من عشر ده معناه إيه؟ معناه أن ده المكان ده مش هتعرف تحطي فيه أي كونسنتريتل لود تاني ما أنا أنا حطيته اللي في النص ده حطيته هنا وروح تقارن الرقم ده بالواحد وستة من عشر متر لقيته أقل من واحد وستة من عشر وأنا كنت عايز أتحرك كده وحط الكنسنتريتل لود ده ما عرفتش أحطه يبقى أنا كده خلص مش عارف أحط غير واحد طب تاني تشك ممكن تروح تشك على الرقم ده وتقارنه بال��مانية من عشره بقى ممكن برضه تكون لقيته أقل من تمانية من عشر يبقى إنت بدل ما تتحرك تقول إيه؟ مثلا لا أنا خلص مش عارف أحط ده أنا أحط ده المرة دي هو ده اللي أحط في النص ثماني وتروح تقارن الرقم بتمانية من عشر والله لقيته أقل من تمانية من عشره يبقى أنت مش طرف تحط الأربعة طن دي طب لو لقيته أكبر من 8 من 10 لأ دعنا لو لقيته أكبر من 8 من 10 يبقى أنا هبعدed 8 من 10 بتوعي وحط لود يونيفور أربعة طن حد ممكن يقولي بشمال ديسة بقى هنحطوا يمين وشمال سأقولك لا هو أنت عندك في الحقيقة عندك حملة كونسنتريتد يمين وشمال وينيفورم أنت أي حملة كونسنتريتد من دول يمين و косنتريتد وشمال وينيفورم أو العكس ما عندكش خالص حمل يمين وشمال ويونفورم فالناس اللي هتعمل حمل يمين وشمال ويونفورم كده ده كده غلط حدش يعمل كده شباب دايما هتلاحظ ان انت بيظهر عندك اليونفورمولود ده في مكان واحد ما بتظهرش عندك في المكانين ركز الحتة دين طيب ده كده اول اوبشن عندي ان انا جبت الكاميرا السيمبل بتاعتي حطيت حمل من دول في النص هنا قرنت المسافات الباقية بواحد وستة من عشرة وشفت هل هينفع احط غيرها ولا لا طب معرفتش اروح تاني اقارن بالتمانية من عشرة لو عرفت احط يونفورمولود في نحلة واحد ده اول اوبشن طب تاني اوبشن انت دلوتي معرفتش لما جدت كارن هنا لقيت دي احنا طبعا كل اوبشن من دول بنحسب له مومنت يعني انا هنا كده هحسب مومنت تاني اوبشن بالنسبة لي لما لقيت المسافة دي معرفتش تاخد جنبها يمينها وشفالها كونسنتريتد لود خلاص يبقى اجرب حملين بس ما تحطهمش في النص بمعنى هتقسم السنتر لاين كده بتاع الكاميرا وتحفظ كده رقم معايا اللي هو ايه ان انت عندك اي حملين من دول المحصلة ما بينهم حمل المحصلة ما بينهم هنا في النص كده تبعد على مسافة تمانية من عشرة بتكلم لو انت عندك حملين بس المحصلة ما بينهم هتبقى في النص تبعد على مسافة تمانية من عشرة متر لما جينا نحل للمومنت عشان نوصل للمكسيموم قال لك ركز سنتر لاين الكاميرا بتاعتك في منتصف المسافة حط سنتر لاين الكاميرا في منتصف المسافة ما بين المحصلة وما بين حمل تانية يا شباب الحاجات دي جاية من حقيقة كده كنا بناخدها في الاستراكشور اسمها الماكسيموم لما كنا بنعمل كذا حالة تحميل للكاميرا عشان نوصل للمكسيموم ماكسيموم مومنت لو الناس فاكرة في الاستراكشور في تانية تقريبا او في اولا مش متذكرة يعني المهم لو انت عندك كاميرا عليها حملين وعايز توصل للمكسيموم مومنت بنحط الحملين دول ازاي بنحط دايما interline الكاميرا في منتصف المسافة ما بين المحصلة وما بين حمل منهم فانت الرقم دي حفظه قصة الارقام دي سابتة الواحدة سطة وانعشرة متر دي سابتة فالرقم دي حفظه يبقى دايما interline الكاميرا هتلاقيه موجود في منتصف المسافة ما بين وما بين حمل وبعد كده تروح تحسب المومنت بقي عند الحمل المراكز القريب من الحمل المراكز اللي هو على بعد اربعة من عشرة متر هو ده اللي بتحسب عنده المومنت. يبدأ تاني عندك. ان انت بعد اول معرفتش تحط غير حمل واحد. بعد كده بتجرب حملين. وبرضه بعد ما بتحط الحملين وعرفنا ازاي بنحطهم بتروح تعمل التشك على المسافات الباقية دي على فكرة. تروح برضو تعمل التشك وتقرنها بواحد وستة من عشرة متر. برضو تروح تحسب مومنت. انا جدت قرنت المسافة دي لقيتها اقل من واحد وستة من عشرة. فخلاص معرفتش ان انا احطت اي حاجة تانية. طب افرد نفس المسافة دي. جيت قرنتها بس التمانية من عشرة بقى. لقيتها اكبر من تمانية من عشرة. تعمل ايه? قالك لا لو انت لقيت المسافة دي اكبر من تمانية من عشرة متر. يبقى انت في الحالة دي تعرف تحط يونو في الملود. وبرضو خلي بالن ان هو بيظهر عندي في ناحية واحدة. يبقى جيت قرنت المسافة لقيتها اكبر من تمانية من عشرة. هاعرف احط ينفر ملود. يبقى ده معناه ايه? ده معناه ان انت جيت حملت بتاعتك بالجزء ده مسلا. ده معناه. معرفتش تحمل بالاتنين دول. الاتنين دول ادو لك الاوبشن رقم اتنين. لكن الاتنين اللي في الطرفة معهم الاوبشن رقم تلاتة وروحت برضو تحسب مومنت. وهتحسب برضو عند الحمل القريب من من المحصلة. ده. هتحسب برضو المومنت في المكان ده. طيب يا شباب انا بقول لكم ما بنحفظ. انا بجيب الكاميرا وبجرب. مرة حط حمل وقرر المسافتين يميني وشمال. واشوف هاعرف احط حملين كمان تانيين ولا لا. معرفتش اجرب حملين. طب لو حطيت حملين احطهم ازاي? بحط سنتر لاين الكاميرا. في المسافة ما بين. منتصف المسافة ما بين محصلة الحملين دول وما بين حمل منهم. فتلاقي دايما ان انت بتحط حمل على بعد اربعة من عشرة. وحملة تانية على بعد واحد اتنين من عشرة. واحفظ الرقم ده. بقول لك احفظه. يبقى انت دايما هتحط الحملين ازاي جباب. هروح اقسم كده سنتر لاين الكاميرا. احط حمل على بعد اربعة من عشرة. والحمل التاني على بعد واحد اتنين من عشرة. وعرفنا ازاي طلعت ازاي. بس احنا هنحفظها بقى. دي بقول لكم احفظوها. بعد ما حطيت حملين اللي هما اللي في النص دول. رح تتقارن المسافات الباقية بواحد وستة من عشرة. لقيت نفسك مش هتعرف تحط تاني. بقى انت خلاص ده كده عندك وتحسب بيه مومنت. طب تانية اوبشن. جرب الحملين اللي على الطرف. عشان تحط يونفورم لود. فانت برضه هتحطهم بنفس السيستم يعني. برضه اقلا بقدر اربعة من عشرة واحد اتنين من عشرة. وتروح تقارن المسافة الباقية. بس المرة دي بقى بتقارنها بتمانية من عشرة عشان انت عايز تحط يونفورم لود. كل الحالات دي بعد كده بتحسب منها المومنت. وفي الاخر بتطلع المومنت. الحالات مش حفزة انا بجرب. طب ده لو كان اللي زبانة قل من ثلاثة واثنين من عشرة. ماش ما بنسأل. تفض. واحضر لك الحملة اليونفورم ده المفروض ممكن اصدى حطه الشمال ولا هو لازم يبقى ليمين هنا. لو انا موزع ازا ما اخدرك موزع كده يعني افرد مسلا انت جيت قلتلي انا هحط. لا لا مش لازم. الحال اللي انت عايز تقولها ان انت عايز تحط دول مسلا. الاتنين اللي بتعمل ايه دي كده. عايز تحط حملة الاربعة من عشرة. ناحية التانية اكتنك بتبكس. وعايز تحط حملة هنا. انت ايام انت يا شباب بتكون له المسافة الفاضية يعني دي كده سموها اكس واحد ودى سمو ايه اكس اثنين. احنا هنا لما رحنا نقارن مثلا يعني اكس واحدة من تمانية من عشرة لا انها هقال لي من تمانية من عشرة يبقى انا مش هيعرف بحطي حمل يونيفور مهما بروح تقارن اكس اثنين اقال لها بتمانية رح لقيتها اكبر من تمانية من عشرة. هاعرف حط حمل يونيفور مهما. طب اكس واحد دي يا شباب سؤال بقى لو لقتها اكبر من تمانية من عشرة. ده معناه اني هعرف احط حمل يونيفورم. بس هلتك حملين? يمينهم ومشملهم حمل يونيفورم? ده مش لوجيك. ده مش موجود عندك. يعني ركز كده. لو انت بتتعامل مع حملين بس او حمل واحد او حمل تلاتة. يبقى لو واحد او اتنين او تلاتة احمال مركزة. ولقيت الكاميرا بتاعتك خدتهم. والمسافة اللي بقية. يمين وشمالك. لقيتها يا تعرف تحط فيها يونيفورم? هتحط في مسافة واحدة بس. لان انت ما عندكش حاجة لوجيك. ان انت عندك تلاتة احمال دول. مثلا يمينهم ومشملهم يونيفورم. لا. ده يمينهم بس يونيفورم. او لو انت هتتعامل مع التلاتة دول. شمالهم بس يونيفورم. وصلت لنا. انا اتكلم عليه. اه تماما مش موندس. تماما. واحنا عن حالة دلوقتي يعني المثال الدنيا هتوضح اكتر. ده بس يعني مجرد ان احنا ايه بنادي شوية اكتر من نفعة تحبيه التفكير بس. طب لو كان الاسبان بتاعي اكبر من ثلاثة واثنين من عشرة متر. فانا برضو اول اوشن بالنسبة لي زي ما قلت لكم بجيب الكاميرا بتاعتي بحط حملة في النص. واعمل تشيكي على المسافة الباقية. بعمل تشيكي بواحد وستة من عشرة. انا فقلت الحمدلله يبقى انا اعرف احط حملة هنا. ولما جيت كارنت برضو الناحية التانية منها سيمتري. فاعرف حط الحملة ده. يبقى انا دلوقتي عرفت احط التلاتة احمل دول. فبعد محطتهم. تروح برضو تكرر المسافة. فلما جيت كارنت المسافة دي لقيتها لا يا اخسارة. لقيتها اقل من واحد وستة من عشرة. يبقى انت مش تعرف تحط الحملة الرابعة. فبروح كارنها بتمانية من عشرة. لقيتها برضو اقل من تمانية من عشرة. يبقى انت اشتراف تحط حملة. يبقى ده كده اول بالنسبة لك وتروح تحسب مومنت بي. هدى حسب مومنت في نصف. ان انت تروح تحط تجربة تحط اللي اربع احمال. بس احنا دايما لابا منحط احمال اعدادها زوجي برضو زي ما بقول لكم كده. ده سنتر لاين الكاميرا. منحطه. خليه هنا كده. سنتر. سنتر لاين الكاميرا هنا الشباب. انا بحط حملة على بعد اربعة من عشر. والحملة التانية هيجى على بعد واحد كده. لما احمال زوجي اعدادها زوجي يعني انتم حملينا هون. فبرضو بحط واحد من الكاميرا على بعد اربعة من عشرة والتانية على بعد واحد واتنين من عشرة. وهي هنا نفس الحالة برضو. ان انت بحط واتحط مرق. والحملة التانية على واحد اتنين من عشرة. وتروح تقارن. المسفة البaire. انا محط يمكن ما حيان حمل كونسينتر maintains. وتروح تقارن هنا. لقيتها اكبر من واحد وستة امان عشرة. حط كمان حملة كونسينتري تت. طيب بعد ما عملت كده كتبار كتبار انبار سيزن. سيزن والله عبر شخص. ما عرفتش حكم. طب افرد لقيتها اكبر من تمانية من عقل. والله يا شباب مع انا يعني هقوم اقفل النه. نتفل اللي كل دي في البيت. استنوني بقى خمس دقيق. طيب. وستنوني الايام. اشتركوا في القناة طيب يا شباب يعني حتى اما انا الصوت يبقى مظبوط. فجيت هنا العدد خلاص زي ما اقول لكم. المنحوظة ان احنا لما نحط عدد زوجي من الاحمال الكونسنتريتد. ازاي بنرسها? نقسم الكاميرا من السنتر لاين. ونحط اول حمل على بعض اربعة من عشرة. ونكمل الرص بقى عادي. ان كل حمل ما بيني وما بيني واحد وستة من عشرة. طول ما احنا بنرس احنا بنعمل التشيك على المسافة البقية. بنعمل التشيك مرة بالواحد وستة من عشرة وبنعمل التشيك مرة بالتمانية من عشرة. بس زي ما قلت. افرد انا دلوقتي المسافتين دول اللي من الجام يمين وشمال. لقيتهم هما اتنين اكبر من تمانية من عشرة. ده معنى اني اعرف احطت يونفورم. ونحطها في حلتين ينفع بقى. في الحالة دي ينفع. اللى الحالة ينفع تحط في اليمين والشمال لا ما ينفعش ما ينفعش تحط في الناحية واحدة نعم الحالة اللي بعد يبقى نركز في الحتة دي الحالة الوحيدة اللي هتعرف تحط فيها يونيفورم لود يمين والشمال في الكاميرا هي الحالة اللي هي الأصلية أصلا أن أنت عندك الأربع أحمال جايين بالضبط على السترينجر والمسافة الباقية كمان هتاخد يونيفورم فهتكمل بي اللي ما فهمش أي حاجة من اللايف لود دلوقتي هيفهم في المثال عادي يعني بس في الأول وفي الآخر بقول لكم أنت بتجرب أنت بتجرب شط أحمال على قد ما تقدر بحس أنت توصل لماكسيموم سترينجر وهنا برضو في حالة اللا أربعها هتحسب الام لايف لود قحت الحمل القريب من السنتر لاين هو الحمل اللي على بعد 4 من 10 طيب ده لو أنا بحسب الماكسيموم مومنت طيب لو أنا عايز أحسب الماكسيموم شير بقى الماكسيموم شير بالنسبة لي أسهل كتير لأن انت بتبدأ تحط الكاميرا بتاعتك وتحط الأحمال الكنسنتراتي بتبدأ بأول حملة عند الساب بورد يبقى أنا حسب ماكسيموم شير بتبدأ ترس أحمالك عند الساب بورد فحطيت ده بعد كده بعت 1.6.18 وحطيت ده بعد كده رحت هنا عملت تشيك لقيت المسافة دي من 1.6.18 فمعرفتش حط الكنسنتراتي كمان عملت عليها تشيك لقيتها أكبر من 8.18 ففي الحالة دي عرفت حط يونيفور ترس الكنسنتراتي تكملها يونيفورم على قد ما تقدر ربها رضو طيب فيه لأحاجة تانية تتعلم لتشيك عليها بس بصراحة يعني غالبا ما بتطلعش المكسيموم ان انت ترس باليونيفورم ان انت تحط حمل واحد وتكمل الكاميرا بتاعتك يونيفورم يعني بصراحة الناس تخليها دايما في اللي أنا بقوله هنا ان الحالة التانية دي هو بتطلعش المكسيموم شير عادة يعني بنسبة بنسبة تانية وتسعين في المية بيطلع المكسيموم شير من الحالة الاولى ان انت الاحمال الكنسنتراتي هي اللي بتطلعلك شير اكبر مش الاحمال اليونيفورم فانت تبدأ ترس الاحمال الكنسنتراتي بتاعتك على قد ما تقدر لو جيت في الاخر ما عرفتش يبقى حط اليونيفورم لكن انت دايما تحاول ترس الكنسنتراتي طب لو الاسمانات الكبيرة برضو انا بدأت رس الكنسنتراتي بعدين حسبت واحد ستة من عشرة وحطيت واحد عملت تشك هنا لقيتها اكبر من واحد ستة من عشرة فعرفت احط الي بعده بعد كده عملت تشك في المسافة من هنا الهنا لقيتها اكبر لقيتها قصد اقل من واحد ستة من عشرة فمعرفتش احط كونسنتراتي التاني رحت اقارن بالتمانية من عشرة لقيتها برضو اقل من تمانية من عشرة فمعرفتش احط يونيفورم برضو يبقى انا ما عنديش غير التلاتة دون برس دايما ببدأ بالكنسنتراتي ده حطه عند الصبورت وكمل رص وانا ماشي عادي. فيه اوبشن ان الكاميرا لو زبانها اكبر شوية ممكن تبقى واخدى الاربع احمال. ممكن تبقى واخدى كمان يونيفورم. عادي. اهم حاجة ان انت تحاول تحطي على قد ما تقدر. هي دي الحالة اللي بتجيب ماكسما وشير. اما ماكسما وشير مفوش مشكلة. تبدأ ترصي احمال من اول تصبوته وانت ماشي وخلاص. ايه دي فكرتها? انا كده دلوقتي اتكلمت في الديد لود اللي بتشيله السترينجر اتكلمت في الديد لود اللي بتشيله السترينجر وعرفنا ان الديد لود بتاعنا بيكون حمل موفينج لود. كونه حمل موفينج لود لازم يحصل حاجة اسمات ديناميك افكت لانه مش حمل استاتيك. يبقى انا لازم اخد في الاعتبار حمل ديناميك افكت حمل الحركة ده. فالديناميك افكت ده قانون. والقانون ده المفروض ان هو مابوض في الكود بتاعنا اللي هو الاس دي. انا المفروض بس في البداية كنت اقول لكم ان احنا بنصمم بانهي كود. احنا متعودين في تالتة كنا بنصمم بكود اللود resistance and factored design. الكود ده اللي هو تقريبا يعني ان انا كنت بضرب باخد بعمل لود combination لللود. فكدت بكايني بحس ultimate لود يعني. زي في الخرصانة كده ultimate working. فكود اللود resistance اللي كنا بنتعامل معاه في تالتة كان كود ultimate. لكن الكود المرادة في الكباري اسمه كود الاس دي. الاول stress design. الاول stress design ما بندربش الاحمال في اي factors. فتقريبا انا مسميها working. هي قريبا شوية من ال working يعني. بس مش بالزبط الحقيقة. يبقى انت كود الاس دي. حتى انت من حد دلوقتي ما قلتلكش ان انا بضرب اي احياء احمال ولا اي strategy action في اي factors. لا ما بدربش في factors خالص. هو ده كود الاس دي. فالقانون ده في كود الاس دي. ممكن انا زلكوا الكود عادي يعني. القانون ده حفظ الشباب. يقول لي ايه بقى. الرقم ده زائد اتنين وستاشر على جزر الاي نقص اتنين من عشرة. بس الفاكتور ده بتوين واحد واحد من عشرة الاثنين. بمعنى انه لو طلع اقل من واحد واحد من عشرة انت هتاخد الرقم ده. ولو طلع اكبر من اتنين هتاخد بقى هتاخد الاثنين. بنركز الفايل من واحد واحد من عشرة الاثنين. طلعت اتنين ونص هتاخدها اتنين. طب طلعت واحد هتخدها واحد واحد من عشرة. تمام كده؟ بالنسبة للل اي دي. قالك لو انت بتصمم نيجي بقى للاختلافات بقى لما بين السيمبل والكونتينوز. لو انت بتصمم اللي سترينجر انها سيمبل هتخد اللي ده اللسبان بتاع اللي سترينجر زائد ثلاثة. ولو انت تصمم اللي سترينجر انها كونتينوز هتخد اللي ده ثلاثة اللي سترينجر. القانون حفظه مفوش حاجة هنشوف بعد كده ازاي بنتعامل معي. انا دلوقتي يا شباب كل اللي انا قلت لحد دلوقتي ايه هو. ان انا بحسب شوية احمال. وبجيب منها سترينج اكشن. حسبت مرة ديد لود. هحسب منها سترينج اكشن. حسبت مرة لايف لود. وهطلع سترينج اكشن. بعد كده هياخد الديناميك افكتي معي. في اللي اعتبار لان انا بتعامل معها موفينج لود مش استاتيك. بعد كده بعد ما طلعت سترينج اكشن هدخل في خطوة التصميم. عشان ادخل في خطوة التصميم لازم ابقى عارف انا هصمم على ايه. عشان تبقى عارف هتصمم على ايه. احنا عادتها بنصمم ان احنا بنروح نشوف ايه انواع الانهيار اللي بتحصل. وبنشوف مقاومة الكاميرا في كل حالة منها. وفي الاخر اصمم على اقل ما بينهم. يبقى ايه فكرة التصميم عموما في الاستيلا عموما يعني. ان انا بشوف ايه المودة في فاليا اللي الكاميرا بتتعرض لها. وبجيب مقاومة للكاميرا كل حالة. وفي الاخر اصمم بقى على كاميرا الصغيرة ما بينها. بمعنى ان انا عندي المفروض ان الكاميرا بتتعرض لبندنج. فالمفروض ان اروح اعمل اتشيك على انها هتشيل تنشى نسترس قد ايه ده اول تشيك تاني حاجة عندي حاجة جديدة اسمها الفتيج ايه هو بقى هو الفتيج ده ان انا دلوقتي الكاميرا مش دايما القطرة اصلا بيتحرك على الكاميرا دي ما يمكن يبقى القطرة مش موجود اصلا في الفترة اللي انا هصمم فيها مساء القطرة مش موجود ده معنى ان الكاميرا بتتعرض لحمل لايف لود قد ايه حمل لايف لود زيرو مفيش اصلا حمل طيب ممكن في حالة القطرة رايح جاي طول النهار فالكاميرا بتتعرض لماكسيميم لود يبقى انا دلوقتي الكاميرا بتاعتي الاسترينجر دي في فترة من الاوقات هتلاقيه انها تتعرض لماكسيميم لود وبالتالي ماكسيميم سرينج اكشن وفي فترة تانية تلاقي إن اللوت بيقل لي خالص لحد ما يوصل للزيلو ممكن تبقى الفترة ما بين مبيت دي وما بين الحالة دي وما بين الحالة دي كبيرة فالكاميرا ما تحسشش قوي بيها طيب أفرض إنها في يوم اتعرضت للسايكل زي من التحميل دي كتير قوي ورا بعض الكاميرا زي ما يكون بيحصل لها إيه إجهاد إن أنت تجيب حتة حديدة مثلا وقعد تتني فيها ويمين وشمال وتشد وتعمل هاي الكاميرا بتتعرض لحملة سايكل زي من التحميل كتير قوي وفي فترات زمنية كمان لما بتكون متقربة فتتعرض للإجهاد هو ده الفتيج فأنا لازم أعمل اتشك هل الكاميرا دي هتقدر إنها تتعرض للأحمال دي أصي أنت خلي بالك إن إحنا لو نعمل تشك بيندينج سترس بنعمل تشك على إيه؟ بنعمل تشك إنها تستحمل الإجهاد ده للعلم يعني إنها تستحمل الماكسيموم سترينج أكشن ده تشك البيندينج طيب وبالنسبة بقى لأنها ممكن تتعرض للسايكل زي من التحميل دي بنعمل لها تشك إيه بقى؟ هو ده بقى لتشك الفتيج يعني أنا لازم أتطمن إن الكاميرا بتاعت دي لابش هيحصل لها حاجة إنها تتعرض للسايكلز من التحميل كده وراء بعض عالية وقليلة كده هو ده تشك الفتيج يبقى الكاميرا أصلا بتشيل الماكسيموم الكاميرا ما عندهش مشكلة بس كاميرا مشكلتها إنها تتعرض للعدد كبير من التحميل كده طيب ثالت حاجة زي ما عارفين إن دايما عندي بيقى في حاجة اسمها اللوكال باكلينج ده بيحصل في الكتعات اللي هي النون كومباكت والسيلندر إن انت عندك الوبة أو الفلانجة بيبدأ يحصل فيهم شوية بدي فورميشنز بس في حاجة إحنا كتعاتنا في السترينجر كتعات هوترولد أصلا كل معظم أو غالبا يعني غالي كتعات الهوترولد اللي عندنا كتعات كومباكت بدل كتعات كومباكت يبقى أنت ما عندكش لوكال باكلينج يبقى اللي تشك ده أنا مش عامله بس أنا بقى عارفه وعارف إن فيه فيليار اسمه لوكال باكلينج أنا اللي تشك ده مش هعمله لأن كتعات هوترولد كتعات كومباكت مش هيحصل أي دي فورميشنز في الوب والفلانجة طيب إيه تاني في حاجة اسمها اللاترالتورشن الباكلينج إيه بقى اللاترالتورشن الباكلينج ده مين انت عندك الكاميرا بالمنظر ده لو هي عليها مومنت كده فبالتاني الفلانجة دي كده متعرضة لضغط كون الفلانجة دي متعرضة لضغط بتبدأ تتحرك لبرا من المنظر ده كده حركة الفلانج يبدأ كده اللاترالتورشن الباكلينج دي الحركة اللي بتحصل للكومبريشن فلانج طيب أنا دلوقتي لو الناس واخد بالها هتلاقي إن اللي سترينجر بتاعتنا متسبتة من الفلانجة اللي فوق دي بالسليبرز أصلا على مسافات صغيرة خالص المسافات الصغيرة دي عمرها ما بتتأثر باللاترالتورشن الباكلينج يبقى أنا برضو الحمد لله ما عنديش لأطرالتورشن الباكلينج يبقى أنا هاتتعامل مع إيه بقى لما جاء صمم ��들이 بتاعي أنا عارف أن أنا عندي أربعة أنواع من المينيبي بس نتيجة إن القطاع بتاعي كومباكت أنا ما عنديش لقاved ونتيجة إن القطاع بتاعي متسبت من الكومبريشن ما على مسافات قليلة قريبة من بعد قاوي ما عنديش برضو لأطرالتورشن الباكلينج هما عندي إيه بقى عندي إن القطاع هيتعرض لماكسام سيكلز من التحميل. فهعمل تشيك على الفتيج. قال الكطاع ده هيقدر يستحمل اصلا ان هو يتعرض لمرة ماكسيما ومرة مينموم. وهو ده بقى اللي احنا نعمل عليه تشيك. بعد كده اخر بقى سترينينج اكشن عندي اللي هو الشير. بقى عادة بيطلع مسيب يعني. اخيرا بقى نبدأ المثال بتاعنا. اللي ما فهمش اي حاجة من اللي انا قلته من او للسكشن عادي. هيفهم في المثال. المثال بتاعي بيقولي بليد جردر. عادي انا ما عنديش غيرهم اصلا. مديني ديك بريدج. مديني دابل تراك. مديني سبع عشرين متر. دي اعرف منها ايه? قلنك اللي الرقم ده كده او الحزبة دي اللي سبع عشرين على تسعة تلاتة متر. دي بتديني اللسبان بتاعي على السترينجر. طيب ارجع هنا. هو كان بيقول لي ديك بريدج ودابل تراك. هم دول انا هاخد منهم اي استفادة ولا اي حاجة. بصي الشباب تصميم السترينجر ما يفرقش معايا هو ديك ولا بوني وهو سنجل ولا دابل. يبقى تصميم السترينجر يا شباب ما يفرقش معاه غير الاسبان بتاعه. تمام كده? يبقى انا تصميم السترينجر نركز. انا مفيش اي حاجة من المسألة دي كلها فرقة معايا غير اخر سطر. لكن كونه ديك او بوني او دابل تراك او سنجل تراك متفرقش معايا. مديني الستيل بتاعي سطر اربعة حepherعين ساعات ما بيديش الستيل على فترة. فاحنا في الكبالي من انتعامل مع سطر اربعة واه وبعين. ممكن في الانتحاد ما يقول لكش انت سطر ايه. احنا عارفين في الكبال ان احنا من انتعامل مع سطر اربعة واربعين. نبتئ بقى الحل بتاعنا الحل سهل جدا. اه يدك بس تاخد عليه تلاقي الدنيا سهلة. اول حاجة فاللسبان ونجيب اذا قلنا انقلنا عدد البانلز بيديني اللسبان بحط الكاميرا بتاعتي بحط اللسبان يبقى ده كده اول خطوة ثاني خطوة رح حط اللود بتاعي بالنسبة هبدأ بالديد لود كل ما حسب لود هحسب له بالنسبة للديد لود قلنا ان احنا بناخده رقم ما بين ربعمية عشرين لربعمية خمسة وسبعين رقم محفوظ بقى مثل انت ممكن قبله تقوله ايه اللي هو الوئن ويه بتاع من مية لمية وخمسين اللي بتشيل نص بريسنج من عشرين لخمسة وعشرين اللي بتشيل نص تراك ستمية على الاتنين تلتمية يبقى ازن الده بيد لود من كذا لكذا يعني ده الافضل ان انت تقوله له بالتفصيل يعني بس عموما الده بيد لود رقم محفوظ من ربعمية وعشرين لربعمية خمسة وسبعين كيلو جرام على المتر الطولي بعد كده تروح تحسب ان انت بتحط هنا يونيفورم لود عادي خالص طبعا بتعاوض بالتن والميتر فيبقى ربعة خمسة وسبعين من مية ربعمية خمسة وسبعين اقصد ربعمية خمسة وسبعين من الف هيبقى تحسب بـ WDLUD أنا حاولته للطن على الميتر هو هنا أخده رقم في النص أخد ربعمائة وخمسين فيبقى بالطن على الميتر خمسة واربعين من المية بعد كده تحسب الـ MDLUD ومتسمبل بيم عادي خاص WL تربيه على تمانية يديك الرقم ده وشير WDLUD في الإيه على الاتنين يديك الرقم ده لحد كده ما فيش حد عنده مشكلة أكيد إيه إيه أنا حسبت عرفت أجيب الـ LISBAN و الـ STATICAL SYSTEM عرفت أجيب الـ LOOD و الـ DEADLUD و الـ STREENING ACTION حد ممكن يقول لي باش موانتسة توانتي ليه حططيها سيمبل ليه ما عملتقاش CONTINUOS قلتلكم خطوة الـ LOOD بالـ STREENING ACTION كلها بحط الكاميرا سيمبل عادي هتفرق في التصوير بعد كده لما هقول له DESIGN AS SIMPLE ولا DESIGN AS CONTINUOS ماشي يا شباب سبقى الـ LIFE LOOD ده الليف لود بتاعي فهو ما ادهوليش في المسألة بس انا حافظه طيب ادهولي خلص اخذ اللي هو مدهولي بقى زي ما قلتلكه في الاول احسب المكسي انا دلوقتي اللي زبان بتاعي 3 متر فقلتلكه اول اروح ااخد واحدة من اللي في النص دول من اللي جوه احطها في النص بعد جده اعمل اتشرك برا المنزفة دي 1 ونص متر لو كارنتها ب1 و6 هل هتعرف تحطي نفر ملود لا مش هتعرف كلام ده لا وانا بتعامل مع اللود اللي في النص ده فانا جيت كارنتها ب1 و6 ما عرفتش يبقى انا خلاص مش هعرف احطي غير دي يبقى كاين يحطها السترينجر فين يا شباب كانا هنا شايفين كده السترينجر فين هي دي السترينجر بتاعتي ما كان هلا انا رسامته ده يبقى ده كده اول اوبشن عندي واحسب منه مومنت يبقى المومنت هنا في النص تلعب الرقم ده طب تاني اوبشن عندك اي هو ان انت تروح تحط حملين اللي جوه دول الحملين اللي جوه ده تاني اوبشن طب لو رحت حضرت الحملين هنحطهم ازاي تقول لكم اي عدد زوجي من الاحمال بحطهم ازاي ان سنتر لاين الكاميرا ابعد عنه 4 من 10 متر وحط حمل مركز والتاني بقى هيبقى على بعد 1 و 2 من 10 فلما تيجي تكارن المسافة دي لقيتها هنا 1 و 1 من 10 هي نفس بس انت اخدت اللي اتنين دول فسي مسلا انها تبقى موجودة هنا ده كده ما كان ده الاوبشن التاني انا بسقطها اهو على الرسمة بدا كده الاوبشن التاني بتاعي دي الاسترينج هحط عليها الحمل ده والحمل ده وقلنا ازاي بنرصهم فلما جيت اكارن الرقم ده لقيته اقل من 1 و 6 من 10 فعرفت ان انا مش هعرف حط ده ولما جيت اكارن المسافة اللي من هنا لهنا لقيتها برضو اقل من 1 و 6 من 10 فمش هعرف احط ده يبقى انا ده كده الحالة اللي انا مش هعرف احط فيها غير حملين ومنها برضو هحسب مومنت طب هحسب مومنت فين تحسب مومنت تحت الحمل المركز اللي قريب من السنتر لاين بتاع الكاميرا طب تالت اوبشن عندي ايه هو هتقولي لاي هندس انا مش اخد الحملين اللي في النص دول انا اخد الحملين اللي برا او خلينا عشان زي من الرسمة ناخد الحملين اللي عليمين دول يبقى تالت اوبشن عندي فيه انبقى السترينجر بتاعتي لا انت لقيت هنا السترينجر بتاعتك تبقى مكانها هنا لو جيت سقطع يبقى ده كده نازل هنا وده نازل هنا وعرفنا ازاي برضو بنروس ازاي الاحمال طيب بعد كده تروح تقارن المسافة الباقي ده انت لقيتها المرة دي بقى اكبر من تمانية من عشرة اه اطولي لايه هندسة خليباك ده الكاميرا مكملة دي المسافة دي اكبر من تمانية من عشرة فخدت عليها كمان حمل يونيفورم اللي هو ده لو جيت تقارن المسافة دي المفروض لو انت واقف هنا هتقارن بالواحد وستة بقى فطبعا انت مش هتعرف تحط حملة تاني ده انت عارفها انت الكاميرا بتاعتك مش باخده اصلا غير حملين خليباك برضو تشك قبل ما تبدأ انت اللي زبان بتاعك تلاتة متر وانت الحملين الحملين بتوعك اللي ما بينهم هيبقى تلاتة واثنين من عشرة لو انت حاطتهم لو انت عايز تركزهم اقول لك خلو اصيبك من اللي انا هبقى المهم بعد جهة هتبدأ تروح تحسب الام تحت الكونسنتريتد لوت القريب من السنتر لاين بتاع الكاميرا تحسب الام ايه حد ممكن يقول لي هندسة دلوقتي انا كان ممكن اللي هي رقم واحد دي كان ممكن ان انا احط حمل اللي هو اللي بره ده واحطة كمان حمل يونيفورم صح على فكرة ممكن حد يقول لي كده ان انا حطيت الحمل ده هنا في النصة منتجة ممكن تروح تقارن ده لقيته اكبر من تمانية من عشرة ممكن تحط هنا كمان يونيفورم يبقى ده كده اوبشن رابع معنا شايفيني يبقى انا ظهر كمان معي اوبشن فانا بجرب على فكرة مش اكتر بس خالبا لكم انتوا بتتحسبوا على التجربة دي لازم تحط عدد الاوبشنس على قد ما تقدر المومنت زي ما اخدنا بنا هنا هتلاقي ان اكبر ام اكبر مومنت يطالع لك من حالة الحملين وحالة اليونيفورم اللي يبقى ده كده اكبر مومنت انا وصلت له انا ما عملتش الاوبشن الرابع ده لاني عارفة ان اكيد المومنت من الحملين دول هيبقى اكبر منها مهما هتعمل يعني يبقى ده كده يا شباب حساب المومنت حد عنده مشكلة بس انا ما يهمنيش في سيكشن النهاردة غير حساب المومنت بقيت الخطوات عادية جدا متفضل وهو حضرتك لو انا مسلا عارف ان فيها ان الكاميرا ينفع تاخد حملين ممكن معاملش بقى حالة الحملة الواحد دول لازم اعمله برضو يعني بس اروح عشان انا ما عارفش بيصححه ساي بس الافضل تعمله الافضل يعني تمام يعني اي واقع انا وانت عارفين ان انا مش هتطلع على الماكسيم المومنت بس هم بقوا عايزين يشوفوا الابشنز يعني تمام ده كده ده كده الماكسيم المومنت طب لو عايز احسب بقى الماكسيم المومشير الماكسيم المومشير بقى مفيش اسهل منه تجيب الكاميرا بتاعتك وترص احمال مركزة على قد ما تقدر من اول الساببورت فانا جيت هنا رصيت اول حمل بعد كده لما جيت اقارن طبعا انت عندك اللزبان كله تلاتة متر فاتعرف تحط حمل كمان فحطت ده لما جيت اقارن المسافة الباقية لقيتها تقريبا واحد واربعة من عشرة متر الواحد اربعة من عشرة اقل من واحد وستة ده معنى انت مش تعرف تحط تاني احمال مركزة واتكملها بقى يعني كأنك حطت السترينجر هنا كده ده ما كان السترينجر بتاعك وتروح تحسب الشير بتاعك عند الساببورت ملحوظة الشير اللي انا بحسبه هو ري اكشن مش شير لان انت لو بتحسب شير بالزبط هتطرح منه الاثنشر ونص لكن انا بحسب بري اكشن بمعنى ان الري اكشن ده بيتساوي اتنشر ونص زائد اتنشر ونص في واحد اربعة من عشرة على تلاتة زائد اربعة بستة من عشرة تربيع على اتنين على تلاتة يديك الري اكشن يبقى انا هنا بحسب ري اكشن الشير اللي انا بطلعه هو الري اكشن انا عشان يبقى مور سيف اكتر يعني انت ممكن تحسب شير الشير خلي بالك لو انت بتحسب شير بجد هتطرح اتنشر ونص اصلا تبقى رايحة مع الري اكشن عشان تحط شير هنا هتقول ناقص الكونسنتريتد لود دي كم تشير عند الساب بورد بس احنا ما بنصممش عليها احنا بنصمم على قيمة ري اكشن مش قيمة شير عشان الناس تبقى مركزه تاني اوبشن اللي بقولكو عليه انه ما بيطلعش حمل ماكسي ما مشير عمره ان انت تركز بس بحمل واحد وتكملها يونيفورم يعني بمعنى ان انت كائنك حطت هتركز واحد بس والباقي يونيفورم بالصراحة الحلقة دي محدش يعملها لانها اصلا ما بتطلعش قيمة ماكسي ما مشير عشان ما تضيعش وقتك يعني يبا احنا دايما في حالة الشير عشان نثبتها مع بعض بنرص الأحمال المركزة بداية من الساب بورد نبدأ كده بدا ونحاول نحط اللي بعده وكذا لقيت ان انا مش عارف حط اكتر من كده احط بقى يونيفورم لود اكملها يونيفورم دي كده حالة الماكسي ما مشير عدى انتو مشكلة شباب في اللي سرينينج اكشن بتاعة اللي فلود لان هي دي المهمة ممكن الناس تبقى حاسة بمشكلة دلوقتي بس عشان انت بس ممسكتش قلم وورقة او جربت لكن اول ما تجرب هتلاقي الموضوع سهل نيجي بقى للديناميك افكت احنا قلنا خلاص ان احنا اتعاملنا مع عدد لود وجبنا له سترينينج اكشن ومع لايف لود وجبنا له سترينينج اكشن لازم اخد في الاعتبار الديناميك افكت الـ I انا كل ده بتعمل انه سيمبل بيم عادي الـ I بازا التلاتة يداني الرقم ده بعد كده الفاي اعهد في القانون يداني الرقم ده اقارنه واحد واحد من عشر لقيته اكبر منها اخده لقيته اكبر من الاتين اخده باثنين لقيته اقل من واحد واحد من عشرة اخده بواحد واحد من عشرة نركز فيها بعد كده عشان اجيب بقى اللي بتأثر على الكاميرا بتاعتي قلت بتنحسب حاجة اسمها زائد live زائد impact وهي عباره عن اللي انت حسابته زائد اللي انت حسابته وبتضربه في ديناميك افكت بقى ما واحنا اصلا واخديني ديناميك افكت ده عشان اللي في لود مش مستاتيك فانت الفكتور اللي انت بتطلعه هنا ده بتروح تضربه في اللي سترينيج اكشن بتاعت اللي في لود خلي بالنا كان فيه ناس بترمي اللي فات معايا بتروح تجمع بتقول كده زائد الفكتور لأ مفيش جامعة هي او مكتوبة هنا جامعة معايا live زائد impact ولكن هي عباره عن اللي سترينيج اكشن بتاع اللي في لود يتضرب في الفكتور اللي هو الديناميك اعلامة دي ضربة يا شباب مش جامعة هي قبطة نطق جامعة ولكن احنا بندرك فكتور في الام live load وزي ما عملنا في المومنت بنعمل في الشير ونروح نجمع الشير الديد لود ده كده مش موجود الشير الديد لود او دي دي نقطة يعني شير الديد لود زائد الشير الديد لود في الفكتور اللي هو الديناميك افكتور يديني الرقم دي با دي كده الكويم اللي انا يعني من اول الستكشن عايز اوصل لها هي دي كويم اللي انا اصمم عليها بعد كده ضروحة خلف خطوة التصميم طبعا انا كل ده بحل انها سيمبل فيه مثال كمان هوضح عليها لو هي كمتيني وساعملين بس انا كل ده بحل ان الكاميرا بتاعتلي سيمبل بيم اول حاجة زي ما قولتو لكم انا عندي اربع انواع من الانهيار اعرفنا ان فيه اتنين مش هنستخدمهم اللي هم اللوكال باكلنج واللاتراتورشان هم مسايفين معايا الاتنين اللي انا هتتعامل معاهم بقى ان انا اعمل تشيك على البيدنج سترس يعني هل هي تقدر تشيل الماكسيمم سترس اللي جاي عليها نتيجة الماكسيمم ستريننج اكشن ثاني حاجة تشكل اللي هو الفاتيج هل هي تقدر تستحمل عدد السايكلز من التحميل ده اللي هنشوفه بقى بالنسبة للقلاب والبندنج سترس فاحنا الكتعات بتاعتنا هوت رول دي سيكشن فبناخدها 64 من 100 الفيلد ده كده القلاب والبتاعك 64 من 100 الفيلد ده المفروض انه مش حفظ بسر بس القانون ده يعني مفيش اصلا حد ما يعرفوش المفروض ان احنا كلنا نبقى حفظينه بعد كده تروح تعاوض الافيلد وقالك انها ستيل 44 يقول الفيلد ب8 يديلك الرقم ده اديها رقم واحد وصيبه تعمل تشيك على الفتيج بالنسبة للفتيج فاحنا عايزين نبقى نفهم حاجة ايه هي اصلا الفكتورز اللي بتأثر على الفتيج عندي قالك ان الفتيج او مقاومة الكاميرا للفتيج بيتأثر زي ما قلت كده بعدد السيكلز من التحميل بالن فلو دخلنا الكود انا هبعتلكو الكود يعني هتلاقوا ان في الكود ده بصفحة 40 صفحة 40 هتلاقي فيه تيبل كده التيبل ده بيقول لك هل الكاميرا بتاعتك دي هتشيل كام ان من التحميل يعني كام انها هتتعرض لها فاحنا نلاقي ان احنا دايما في كلاس 3 اللي هو الترانسفيرز الفلور بيمز تلاقي ان انت في الجزء بتاع الفلور بيمز ده بيتعرض لأوفر اتنين مليون بانت هنا بتتعرض دايما للجزء ده لان انت عندك السترينجر شايلة تراك واحد مفيش استرينجر بتشيل تراكين فانت الفلور بيمز بتاعتك دلوتي السترينجر اللي انت تتعامل معاه شايلة تراك يبانت وان تراك لودت وأوفر اتنين مليون هي دي عدد السيكلز من التحميل طبعا الارقام دي هما بقى جوابوها منين ده بقى من اختبارات بيعملوها هما شافوا من الكاميرا في الامرة الاختراضي بتاعها هتستحمل لحد اتنين اكتر من اتنين مليون اكتر من اتنين مليون ده بقى انا معرفوش حقيقة بس يا الفكرة الارقام دي بتطلع ان هما بيعملوا اختبارات يشوفوا الكاميرا بتاعتك ده تستحمل عدد حالات تحميل لحد امتى لحد ما بيحصلوا انهيار ما هي بعد كده بيحصلوا انهيار اما بقى بيشوفوا هيتستحمل لحد امتى ده اول فكتور معي التاني فكتور الديتيل بتاع الاستراكشور بتاع detail category هتلاقي هنا ان فيه جدول تاني عندك كلاس اي وكلاس بي فاحنا هنا في السيمبل هتلاقي ان انت في كلاس اي اللي هو هو هوترول ده عادي خالص هي دي كلاس اي ان انت بتتعامل مع قطاع هوترول ده وما فيش اي كنكشن والقطاع سيرفس عادي وما فيش اي حاجة كيلين سيرفس يعا ما فيش اي كنكشن وما فيش اي حاجة ده كده كلاس اي بعد كده القلاوه الاسترس بقى اللي انت بتاعك موضوع انا بدور عليه هي هتشيل لحد ايه فالقلاوه الاسترس ده انا عشان ادخل الكاتور بتاعه بدخل بحاجتين بدخل انا كلاس ايه ولا بيه وبدخل بالن فاحنا هنا انا عرفت ان انا الكاتيجوري بتاعتي ايه وعرفت ان الن اوبر اتنين مليون يبقى الاف اس رنج الاسترس اللي هتقدر تشيله الاف اس رنج ده شباب اللي هو الفرق ما بين الماكسيموم استرس ومينوم استرس هو ده الاسترس رنج هتلاقي ان انت الكاميرا بتاعتك السيمبل بتشيل واحد وثمانية وستين من مئة طن على السنتيمتر تربية طيب هل انا هدخل اصل الكود لا انت هم تدخل الكود انت تحفظ الرقم ده مع اي كاميرا سيمبل بيم القطاع بوزيتف دايما الكطاعات اللي عليها بوزيتف مومنت انت السيمبل بيم بتتعاعة مع قطاع بوزيتف مومنت دايما الكاميرا السيمبل هتلاقي انت عندك الكطاع بيتعرض لبوزيتف مومنت الاف اس رنج بتاعك ده رقم انت هتحفظه واحد وثمانية وستين من مئة انا بس حطت لكم الجداول دي عشان اقول لكم هي جاية منين الرقم مش اكتر بس انا مش عايزاكم تدخلوا قصا الكود انا عايزك تحفظه الرقم يبا الرقم ده محفوظ يا شباب قطاع سيمبل بين قطاع بيتعرض لبوزرتيف مومنت هتلاقي ان انت عندك الاف اس سرينج وواحد وثمانية سوتيم من مية طن على سنتيمتر سكوير ندخل بقى في القانون بتاع الفتيج بتاع اللي تشيك بتاع الفتيج هتلاقي ان انت عندك هنا عشان تحسب الماكسيم ومسترس اللي بتقدر تشيله او ده يعتبر كده الفتيج استرس يعني هيساوي الاف اس سرينج اللي انت الرقم اللي انا قلت لكم ان انت وتحفظويا على واحد ناقص الامديت علي امديتت زائد لايف زائد انبكر هاتديك الرقم ده اديها رقم اتنين طب انت تصمم بقى على انهي استرس هي بتشيل بين واون بوينت اس سيبن ماينتو وبتشيل فتيج استرس واون بوينت سيبن سري يبقا انت تصمم على انهي دايما بنصمم على الاقل يبقا انت هتاخد قويمة الاسترس الاقل هي اللي هتعوض بيها لما أنا كده يا شباب كل ده كنت عايز أوصل لإيه هو المكسيوم ماسترس اللي هي هتتحمله المكسيوم ماسترس هو المينيموم المينيموم من البندينج استرس ومن الفتيج الرقم ده والرقم واحد اللي في سليدين اللي فاتت تاخد المينيموم ما بينهم هو ده المكسيوم استرس بعد كده إحنا عارفين أن من أي استرس في الدنيا يا شباب بيساوي مومنت على زد أو على اس خلنا نكتب هنا اس أفضل على اس اكس أي سترس في الدنيا بيساوي ده قانون أصلاً الاسترس الاسترس بيساوي مومنت على SX السX ده اللي هو الموديس وفلسطيستي اللي هو يعني من الآخر فاكتور بيعبر عن الانيرشا بتاعت الكطوعة أو فاكتور بيعبر عن مقاومة الكطوعة من الآخر كده يبقى السX ده فاكتور أو مش فاكتور هي المفروض الرقم ده احنا بنعرف نحسبه طبعا احنا نطلعه من الجداول يعني الرقم ده بيعبر عن مقاومة الانيرشا بتاعت الكطاع يعني الديمينشون زي نفسها تشيل قد ايه تمام كده فبتروح تطلع الزد خلي بالنا ان ده كده موديلس اوف الاستيس تي ده اس الزد دي مفروض كنا بنقول عليها في الموديلس اوف بلاستيس تي في البلاستيك لكي نحن هنا كود القلاو بالسترس ديزاين بيتعامل مع الموديلس اوف الاستيس تي نازلنا اواخدين بالنا فالاس بتساوي الام ديت زي اللايف زي ام بك تعالى للسترس بقى فطلع الرقم ده تاخد الرقم ده وتدخل الجداول في جداول الـ IBE هتلاقي ان انت عندك الـ IBE 400 قريبة من الرقم ده طبعا بتختار اس اكبر منها مش اقل طبعا تاخد الرقم ده يبقى هو ده الكطاع اللي انت هتتعاعل معاه IBE 400 يبقى انا وصلت زي من الكطاع الشباب وصلت ان انا كان معي سرينيج اكشن نتيجة الدد ونتيجة اللايف ونتيجة الامبكت حسبت في final straining action ان انا جمعتهم مع بعض وطبعا بضرب فاكتور الديناميك في اللايف لود طبعا بعد ما وصلت لل final straining action روحت اشوف الماكسي ومسترس كنت عايز اعمل الخطوة دي الماكسي ومسترس طب جبته ازاي جبته ان انا شفت هتستحمل لحد قد ايه في البندنج اللي هو 64 من ماء في يلد وجبته ان انا روحت تشوف هتستحمل قد ايه في الفتيج اللي هو طلع الرقم ده من القانون ده يعني والرقم ده محفوظ محفوظ بعد كده اخدت الاقلة منهم ايه هو ده الماكسي ومسترس تعويضة بقى هابلة في القانون بتاع ان الاسترس ان الاسترس بيساوي مومنت على الزد هجيب منها قيمة الزد او قيمة الاس تطلع بالرقم ده ادخل الجدول ادور في جدول لان انت عادتها هتلاقي ان الاسترينجر طلعها اي بي اي وتاخد الاس بتاعتها تتأكد انها اكبر من الرقم اللي انت محتاجه ويبقى انت كده القطاع بتاعك من سايف مومنت كل ده انا كنت بعمل او تشيك مومنت او تشيك في لكشل طيب بعد كده اخر حاجة بقى تشيك شير الشير بقى سهل جدا برضه ان انت بتاخد الكيو ديت زائد لايو زائد امباكت على اتش ويب في تي ويب يطلع لك الرقم ده تقارنه بالقلوبل القلوبل الرقم معاطلة محفوظة هتحفظها انت هتحفظوها يبقى القلوبل بتاع الشير 35 من مية هتقارن الاتنين ببعض طلع تقل ان انت الاكتشول دي كده كيو شير اكتشول طلعت بالرقم ده احنا عدفين ان الشير بيتشارع على الويب دي كده ابعاد الويب قارنتوا بالقلوبل 35 من مية فلقيتوا سيف يبقى انا كده خلاص هستخدم الاي بي اي ربعمية وانت عادة ان الشير بيطلع من السيف طب طلع عن صيف خلاص زاود القطاع بحس ان انت زاود الديبس يعني اللي انت محتاجه ان انت تزاود ديبس في الشير ببقى مع الويب فانت هنا دي ابعاد الويب ده كده تصميم بتاعتي لو كانت سيمبل مين حد عنده مشكلة الشباب فيها شماندسة تفضل الدكتور احمد الحديدي كان في المقام درف 85% بالزبط كده انه هو فيه ساعات يعني انه هو ايه انا عندي الويب بيبقى كده بيقى فيه هنا كده كرفيتشر فيقولك ان الويب بيبقى فيه تركيز فعلا الاجهات من بعد الكرفيتشر المفروض ان المسافة دي تقريبا تبقى 85% اتشي ويب تقريبا يعني بس احنا يعني ساعات بيمشوها عادي ان انت تدرب في الارتفاع الويب كله لان انت لو جب تحسب ترسم الشير استرس اصلا هتلاقيه تقريبا كده دي جده رسمة الشير استرس انه مش متشال على الفلانجة يعني وده فعلا الفلانجة همتشير شيشير يعني بتشير كوما صغيرة وموظم يشير بيقى متركز في الويب بس المفروض ان احنا فعلا ناخده من بعد الكرفيتشر فاحنا هنا ممكن ندرب في 85% بس اللي هيعملها اتشي ويب في التي ويب عادي يعني في دا كاترة بتمشيها كده عادي بس عشان احنا لو جب ترسم يشير استرس بتاعك الفلانجة هم بتشير شيشير كوما صغيرة جدا بعد كده كنت الاسترس بتبدأ تزيد من بعد الكرفيتشر فهو ده المفروض ان انت تبقى مركز فيه كنت الشير كلها ماشي يا شباب واقع حضرت كد انا ماكسيمام استرس اه المفروض ان احنا مش ناخد المكسيمام بقى ناخد المنمم انا مش باخد المكسيمام انا قلت ان المكسيمام ده هو المنمم أنا أقضي أنه ده أقصى حاجة تقدر تستحملها هو المينموم من اللي 64% ومن الف ماكسوم بتاعت الفتيج أنا خدت المينموم مخدتش الماكسوم بس أنا أقضي في الجملة دي أنه ده أقصى ستريس تقدر تستحمله بس تمام ماشي الشبابي المثال اللي بعده هو نفس المثال يعني بس المرة دي أنا أصممها أنها تكون continuous للعلم هو ممكن في السؤال يقول لك صممها continuous ممكن يقول لك صممها simple يبقى أنت ملزم في الحالة دي طب أنت في المشروع طب راحتك صممها simple صممها continuous براحتك ممكن تصمم الاتنين وتقارن وتشوف مين اللي أطلع لك قطاع إيكونومي أكتر دي فكرة مع أن ما حدش يعمل كده عشان الـ continuous ما بيطلعش القطاع إيكونومي أكتر ولا حاجة ده تبقى قطاعات قليلة بس قريبة شوية من قطاع السيمبل يعني المهم أن إحنا ناخد بالنا في السؤال سب هالي مفتوحة أحيل براحتي طب قال لي أصممها إزاي لا يبقى لازم أصمم زي ما بيقول هنمشي عادي مع خطوات المسألة بتاعتنا هي نفس المسألة اللي فاتت سبان 27 متر 9 equal panel هديني هنا إن الإيب بتاعتي 27 على التسعة ده اللي سباني يعني بعرف إزاي يحسبه أحط الكاميرا بتاعتي simple مش هو بيقول لي continuous بس أنا في خطوة ال-streaming action وال-lead بحطها simple تحط اللي سبان بتاعك ممكن أن أنت بس في خطوة ال-streaming action تبينه إنها continuous تعمله خطة قطع كده بس عشان الناس ما تتلخبطش وإحنا بنحسب دلوقتي إحنا بنحسب simple عادي مش يا شباب بعد كده ال-streaming action due to date load ال-w date load من 420 لـ 475 فأنا بخد رقم في النص 450 هتعوض شايفين أنا بعوض إنها simple ده بيقل لتربيع على 8 عادي خالص وتعوض في الشير ال-load ده بيقل لعالتنين باي شباب أنا في ال-streaming action بعوض إنها كاميرا simple هو أنا عايز أصنع منها continuous بس أنا training action بعوض إنها simple عادي بعد كده أروح أجيب live load وال-streaming action بتاعته نفس الخطوات اللي فاتت حتى أنا مش عايدها تاني ال-streaming action بتاعت live load هي نفس الخطوات بتاعت ال-streamable قلت لكم هنا بتعامل إنها كاميرا simple فأنا مش هتفرق معي بقى أنا أنا بصمع منها simple ولا continuous في ال-streaming action فأنا هنا معدتش الخطوة دي هي نفس الخطوة اللي فاتت وصلت أنا في ال-example اللي فات إن المومنت بتاعي طلع بكذا وال-sheer طلع بكذا بعد كده تدخل في خطوة dynamic effective فكرة ده dynamic effective بتختلف هنا إن اللي أعيز ما قلت لكم في حالة ال-continuous بخدها 3 إيه فبتطلع معي 9 متر تعود في القانون اللي هو حفظ بالمناسبة ال-5 بتتساوي كذا طلع الرقم ده أشيك إنه ما بين 1 و 1 من 10 و 2 يبقى أوكي بعد كده final training action اللي هو m-date-side-life زي ال-impact عبارة عن بعيدها تاني عشان الناس اللي هتتلخبط عبارة عن إيه عبارة عن m اللي ناتج من ال-date-load زائد المومنت اللي ناتج من ال-date-load ده مضروب في ال-dynamic effect مش مجموع يبقى ده كده المومنت بالنسبة لل-date-side-life زي ال-impact عبارة عن d-point الشير اللي ناتج من ال-date-load زائد الشير اللي ناتج من ال-date-load مضروب في ال-day-name-effect يطلع الرقم ده يبقى ده كده الكيم اللي أنا أصمم عليها خلي بقى أنه أنا هناك كنت مطلعة تفضل أول maximum moment بتاعة ال-life-load دي أنا أحط الكاميرا وأحط عليها الأحمال وأحط أجرب كاميرا السمبل هذه خالص وتحط عليها الأحمال وتجربي زي الأجزامبل اللي فيت ولا أي اختلاف تمام 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 بعد كده وصلت ال-finals training action هعرف إزاي بقى هستخدمهم دلوقتي عشان نعمل اوصل بس ال-stress وبعدين نعرف ازاي هنطلع ال-modulus of philosophy ال-stress بتاعي ال-allable 64% لأنه قطاع هوترول هوتلع بالرقم ده بعد كده الفتيج ده كده البحر الطرفي ده كده البحر اللي هو اللي جوه ده وده وده واهكزا حد الآخر آخر بقى آخر بحر اللي هو زي أول بحر تمام كده ده البحر الترفي ده هيبقى متعرض لبوزتوف مومنت تسعة من عشرة ده كده ام نود ساموه ام نود يا شباب ده ام نود اللي هو ايه ام نود ده اللي هو انا لسه جايباه في الفاينال الترينج اكشن ام ديت زايد لايف زايد امك ده ساموه ام نود عشان ما تتلخبطوش ده ام نود. فاول بحر وآخر بحر هيبقوا متعرضين لبوزتوف مومنت تسعة من عشرة ام نود ويجاتف مومنت خمسة وسبعين من مية ام منوت. والبحور اللي كوه هتبقى متعرضة لبوزتيف مومنت تمانية من عشرة ام منوت. فانا لما باجي بقى اشتغل في التصيم اشتغل على ايه? قالك انت هتصمم القطاع قطاع بوزتيف هتبدأ عند سكشن ايه? تصمم القطاع على بوزتيف اللي هو تمانية من عشرة ام منوت. فالمنية ندخل عند سكشن ايه? الاف اس رينج غالي بنا انها هتختلف هنا. البندنج سترس ما اختلفش. ده كده نفس التعويضة بتاعة السيمبل. لكن الفتيج هيختلف. لان لو رجعت معاكو في السلايب بتاعة الفتيج ده. لو رجعنا السلايب بتاعة الفتيج. قلنا ان الفتيج بيعتمد على. النمبر اف سايكلز مش تختلف. ان انا ارده في تلاس تلاتة. وانت راك لودت. افر اثنين مليون. لأ بقى المرادة هتختلف. لان انت المرادة الكطاع بتاعك بلتقب. بلتقب ليه هو? بلتقب يا باش موندسة. انت عندك الكطاع البوزتيف. البوزتيف ايه? تمام كده? لكن الكطاع ده دايما كاتيجوري بي. عشان كده كنت بقول لكم ايه نحفاظها كده شوية. ان انا عندي كان لما كانت سيمبل بيم فانا دايما ما اتعرضة البوزتيف مومنت فالكطاع فدايما هتبقى كلاس ايه? لكن هي ليه بلتقب? لان انت بيبقى عندك الكاميرا جاية من الناحية دي مش مكملة. لأ. ده بتطقطها بالكروز جرد. بيقى في هنا الكروز جرد. وبعد كده تحط الكاميرا من الناحية التانية. او مال هي هتبقى كنتينيوس ازاي هندازها? هتبقى كنتينيوس نتيجة الكونيكشن. انت هتربط ببلتات من فوق. حتة الكونيوس هنشوفها في حتة الكونيكشن احنا ازاي اصلا منحققها? احنا مش منحققها على فكرة يا شباب ان انا بخلي الكاميرا مكملة وبفتح فتحة في الكروز جرد وعدي الكاميرا. لا انا بعملش كده. انا برضو الكاميرا بتقف على الويب بتاع الكروز جرد. لكن انا بحقق حتة الكونيوس دي عن طريق كونيكشن. فعشان كده انا بعتبر القطاع النيكتف اللي هو عند القطاع النيكتف اللي هو عند الكروز جرد. عند الصبورت يعني. قطاع النيكتف ده انا بعتبره بلتة اف سيكشن بعتبره كلاس بي. يبقى شباب وصلت. يبقى عشان كده بقول لكم احفظها اثن. ان اي بوزوتف مومنت هتلاقي ان انت عندك الكاميرا آآ كاملة. مفيش اي اي واقفة ولا اي كونيكشن ولا اي حاجة. فاي بوزوتف مومنت فانت كلاس اي? اي نكتف مومنت فانت كلاس بي. طب لما كدخل بقى الاف اس سرينج بتاعتي. انا عرفت ان انا كتيجوري بي. وعرفت ان انا اوفر تو مليون. فلما جدخل هنا عليقين الاف اس سرينج بتاعتي بالرقم ده. هتقول لي هندسة طب هو ليه? في اقطاع البوزوتف مومنت الاف اس سرينج بتاعي كان طالع بالرقم واحدة 68% ولما في النيكتف مومنت نقلت على كتيجوري بيه. الاف اس سرينج بتاعتي قلت. ليه? ليه بتقل كده? اقول لك لان انت القطاع ده. لو جيت طلع السترينجر بتاعتك برا. طب بتبقى حاطة هنا كده هناخد في الكنيكشن انجل. الانجل تي طبعا متربطة بمسامير هنا. يبقى انت بتبقى فاتح فتحات في الوب بتاعك. مكان المسامير. طيب دي حاجة. يبقى دي اول منطقة الضعف ان انت فاتح اصلا فتحات هنا. طب تاني حاجة. وجود الكنيكشن دايما بيعمل زي ايه? تركيز الاجهادات كده. فانت بتلاقي ان في تركيز الاجهادات حوالين المسامير. يبقى المكان ده كده فيه تركيز الاجهادات عالي. طب عشان كده ده معنا ان المكان ده بقى خطر. يبقى اي مكان نيجيتف مومنت يعني مكان كونيكشن. مكان كونيكشن ده بيقى مكان كريتيكال. لان انت ايه ما عندك تركيز اجهادات. وفاتح فتحات كمان في في الويب. فبتبقى كمان عامل مناطق ضعفة في الويب. فعشان كده هتلاقي ان هو اه في الاف اس رينج قالك لا انا هاقلله شوية. انا خايف بصراحة من مطقة كونيكشن. فانا لا انا مش هاخد نفس الاف اس رينج بتاعي. انا هقلل الاف اس رينج بتاعي. يبقى ده يا شباب بس ايه الفرق. طيب انا دلوقتي هدخل جدوى لو طلع اف اس رينج لا انت هتحفظها. زي ما حفظت اللي فوقها تحفظ اللي تحت. بس هنحفظها ازاي بقى? اي قطاع بوزوتيف مومنت الاف اس رينج بتاعه واحد وتمانية وستين من مية. اي قطاع نيجاتيف مومنت الاف اس رينج بتاعه واحد اتناشر من مية طن على سنتيميتر سكوير. وصلت كده. نرجع بقى للمسألة بتاعتنا. خطوة سبتة سواء انا سيمبل ولا كنتينيوس. خطوة الفتيج بقى هي اللي تختلف عشان ظهر عندي تلاتة سكشن. بس انا بصمم اتنين وبشاك على التالت. بصمم السكشن البوزوتيف اللي هو سكشن اي. اللي هو بيتصمم على شايل يعني تمانية من عشرة ايه منود زي ما اطلقه. دي كده ايه منود. فلما بدخل الجدوى اللي بطلع اللي ما حافظها من الاخر يعني اي سكشن بوزوتيف هيشيل الرقم ده واحدة تمانية ستين من مية. هتبدأ تروح تحسب الاف ماكسيموم في نفس القانون اللي بتعاوض بيه. هيطلع ايه واحد وان بوينت سيفن سري سيكس. خلي بالنا. هنا القانون بتاعي اف اس على واحد نوقس. ام ديت لوت على ام ديت زي اتلايف زي امبكت. وهنا معاوض بنفس الرقم على ان المفروض يعاوض بالتمانية من عشرة ام نود. يعني بصراحة انا يعني هتأكد بس من الرقم ده. لان هنا المفروض انه يعاوض بتمانية من عشرة ام نود. بعد كده يعني خليوها دي بس بعدين يعني. يعني الناس كلها تعاوض بالام ديت زي اتلايف زي امبكت عادي. بس انا هتأكد منها. بعد كده تروح تحسب المدرس الفلسطيسي بتاعك. المفروض ان انا خلاص عرفت ان انا بصامم على تمانية من عشرة. فاتعاوض هنا بتمانية من عشرة الام نود. على الاسترس اللي انت هتصامم عليه. انهي استرس بقى. الواحد وسبع من عشرة اللي جاي من الفتيج. ولا الواحد تسعة وسبعين من مية اللي جاي من البندنج. لأ انا هصامم على الصغير اللي هو ده. طلعت الاس بتاعتك سبعمية تسعة عشرين. بعد كده هتروح تعمل تشيك على بتاعك ده. هتروح بتاعتك واحد اتناشر من مية. الف ماكسيموم. الف اس رينج نفس القانون برضه بتعاوض. لأعلك الرقم. صامم على الاسترس اللي هو واحد وستاشر. ولا على الاسترس اللي هو واحد وسبعة. طبعا على الصغير. هتروح تطلع على الاس بتاعتك. يبقى انت محتاجك طاعة. مدرس الفلسطيسي بتاعه. سبعمية تسعة عشرين. والسيكشن بي محتاج كطاع. الاس بتاعته. خلي بلنا ان دي اس شباب. لان انا انا مش متأكدة هي مكتوبة في الجدول اللي معاكو ايه. بصلا انا كتابة مكتوبة زد او مكتوبة اس. بس خلي بلنا انه هو مودلس الف الاس تستي. يعني في حاجة تانية يسمع مودلس اف بلاست ستي. احنا هنا بنتعامل مع الاس تك مش بلاستك. مش يا شباب. كود الاس دي بتعامل مع مودلس اف الاس تستي. دي كده الاس. اراها شوف هي اصلا الديفريشن بتاعها ايه في الكود في الجدول اللي معاك يعني المهم ان الاس تلعت هتصمم على الكبير ما بينهم يبقى انت تلوقتي هتصمم على الاس الف اتنين وعشرين وتدور على قطاع الاس بتاعته اكبر منها فانا لقيت قطاع اي بي ربعمية طيب انا كده صممت على قطاع بوزة ف تمانية من عشر عين منود طب بنسبة للكطاع ده طب انا كده القطاع ده هي بقى انصيف لما اجي احط القطاع اللي انا اخدته هنا احطه هنا في اول باكة يطلع انصيف اعمل ايه في الحالة دي بقى? قالك انت عندك حلين. هو حل واحد يعني. هتروح تعمل التشيك. اصيحنا خلي بننا ان احنا زودنا الاس شوية. فلعل وعسى ان انت الحتة الاس زيادة اللي انت حطيتها دي تسيف هنا. فهتروح تعمل التشيك. تشيك بعد القطاع بتاع تسعة من عشر. الام منود. فالف اس بتاعتك. ده قطاع بوزة. يبقى بواحدة تمانية وستين من مية. الاف ماكسيموم بيساوي. واحدة تمانية وستين من مية على واحد موقس. نفس القانون بقى. وقلت ان انا هتأكد لكم بس من الرقم ده. تظهل عقونة الاس بتاعتك. تسعة من عشر الام منود على الماكسيموم السرس اللي يقدر يستحمله. طب هو هيشيل ايه? هيشيل واحدة وسبعين من مية. ولا هيشيل وان بوينت زفن نين. هيشيل اللي جاي من الفتيج. طلع ان هو محتاج قطاع. يبقى دلوقتي تسعة من عشر ام من منود دي. محتاجا قطاع توم مية تلاتة وعشرين سنتيمتر تكايب اس. وانت قصلا القطاع اللي انت مستخدمه الاس بتاعته باف مية وستين. ده معنى ايه شباب? معنى ان انت قطاع بتاعك سيف. لبقى انت قصلا القطاع بتاعك سيف. وان انت من الاول كانت صحة ان انت بتصامع على التمانية من عشر ام منود. طيب دلوقتي انا كانت الكاميرا بتاعتي بالمنزر ده. وانا جيت صمنتها على قطاع الفنص اللي هو هنا. بس اول باكيا واخر باكيا كان قطاعها كبير شوية فاروحت عملت تشيك فاطلع سيف. طب وانا اصلا ايه اللي خليني مبدأش التصميم بالكاميرا دي بالباكيا دي. لان الباكيا دي مش موجودة معاك على كامل اللسبان. يبقى انت ايه? ليه بتهدر في ماتيري اللي انت مش محتاجها? انت تكمل اللسبان محتاج قطاع صغير. فعشان كده بنصمم عليه. طب النسبة لأول باكيا باكيا. بعد ما عملت اللي افرض انها ظلت انصيف. تعمل ايه? قال لك عادي خالص انت برضو هتستخدم نفس الكطوع. ايو انا مسلا هنا طلع لي اي بي اي ربعمية. فانت هنا برضو هتستخدم اي بي ربعمية. بس عشان تخليه سيف هتستخدم اديشنال بليت. بمعنى انت عندك هنا الكطاع بالمنزر ده كده. والكطاع هنا برضو مكمل اي بي اي ربعمية. طب بس ده تلع انصيف اعمل ايه? انك هتحط بليت كمان. حطت اديشنال بليت تحت. الافضل تحطه تحت. اصلا انت لو حطته فوق فانت كده بتغير في المنسيب. انا انا ببقى عايز المنسوب ده كله حاجة واحدة. فانت هتحط بليت. بعد ما تحط بليت تروح تحسب الاس بتاعته. الاس بتاعت الكطاع بقى انت بقى عندك الكطاع مختلف. بقى عندك الكطاع كده. انا بقول لك حط بليت كمان اضافي هنا. وروح تحسب الاس. طبعا الاس هتزيد عشان انت زودت في الديمنشل. وتعمل التشيك تاني ترجع تكرر نفس الخطوة دي. وتشوف وتروح تشوف بقى هتقارن بقى يعني مثلا لو ايه? انت بعد ما حسبت الاس تلعت لك ايه الفين. فانت دلوقتي بقيت بتقارن بالرقم اللي هو الفين ده. مش بتقارن بقى بالرقم بتاع الاي بي ربعمية. لأ. انت هتقارن بالرقم الجديد بتاع الكطاع الجديد بتاعك. الاس اكس اصلا الشباب بتتحسب ازاي? الاس اكس بتسامل اي اكس على الواي. اذا تروح تحسب الانيرشيا في اتجاه الاس للكطاع ده. تقسمها على الواي. المفروض ان انت تقسم على الواي لا تنشن. ده بندنج استرس. فانت بتقسم على الواي دي. ليه من من السي جي ده السي جي. طبعا السي جي مش هيبقى في النص عشان انت القطاع ما بقاش ما بقاش فيه سيمترية. ده يبقى ده كده حسبة الاس اكس. انا بس يعني بفتكر المعلومات دي معاكم مش اكتر. يبقى ده لو كان القطاع اللي في اول بكي او اخر بكي. بعد كده تروح تعمل تشي كشير. متفضل. طب هو ممكن القطاع ده يبقى دي تيل بي كده صح? ولا في القطاع الموجب يعني. اه القطاع ده بقى بقى فيه connection. وبقى فيه بقى في يعني كمانه قوي built of section. فاه في الحالة دي انت ممكن بس لا يعني. بس انا هقول لك حاجة. ايه فكرة القطاعات. عشان هو بيبقى خايف ان انت حطت هنا connection ويعامل مناطق ضعف كتيرة. ولكن هنا هي اصلا ما بتبقاش يعني البليت ده قديشنا البليت. فلا يعني لمعلوماتي لحد دلوقتي ان هي برضو بيستخدم نفس ال fs ring. بس ممكن برضو اتأكد لكم ان دي المرة الجاية. بقى ممكن اغير القطاع استخدم قطاع تاني بس اكبر شوية في الحتة دي ولا لازم استخدم قديشنا البليت بس. لأ. لأ هو الافضل ان انت تكمل بنفس الكطاع بتاعك. تكمل بنفس الكطاع. ما بنغيرش الكطاع. على كامل طول الكاميرا بتاعتي ما بنغيرش الكطاع. ويه اصلا ما بتطلعش عنصيف يعني. الخطوة اللي هي اللي تشيك شير. ان الكيو شير بتاع بيساوي. كيو دي زي لايف زي امبت تعالى. الناس برضه هتضرب هنا. خلينا زي الدكتور خمسة وتمانين من مية اتش وب في تي وب. اه نفس الشير اللي انت مطلعه من حالة السيمبل عادي. يعني هنا انها اصلا هي كده مور سيف. او اصلا الشير بتاع السيمبل اكبر من بتاع الكونتينيوس. كيو دايما مسيفة. بتكرنوا بالقلوب اللي هو خمسة وتلاتين من مية اف يد اللي هو رقم محفوظ. بتلع السيف يبقى انت خلاص تستخدم اللي هو كان مسيف معاك في الفيليكشور. يبقى تصميم الكونتينيوس يا شباب. نفس تصميم السيمبل في حالة ان انت بتحط احمال. طلع سترينيج اكشن. بيختلف بس في حتة الديناميك افكت. وبيختلف في التصميم بتاع الفيليكشور. واللي سترينيج اكشن عرفنا ان احنا بنصمم على التمانية من عشرة امي نود قطاع بوزيتف. وعلى. خمسة سبعين من المية امي نود. قطاع نيجاتيف. وبعد كده بنروح نشيك على القطاع البوزيتف اللي هو التسعة من عشرة امي نود. دي امي نود. اللي امي دت زائد لايف زائد امباكت يعني. بعد كدتعمل التشيك شير عادي خلص بنفس كنت يشير بتاعت السيمبل اصلا لانها تبقى مرش سيفي يعني. بس ده كدت تصميم الكونتينيوس. تفضل. اللي تشيك ده كنت سألت في الدكتور كان قال مش لازم نعمله لانها نفس الخطوة. هو انت اصلا انت مش مش بقول لك تصمم سيمبل وكونتينيوس. انت يتصمم يدي يا دي. فانت مسلا لو المسألة انت ما عملتش خلص خطوة اللي تشيك شير قبل كده. وعايز تصمم عايز تحل انها كنتينيوس. لازم تعمل تشيك شير طبعا. تعال اعتبر انت ما عملتوش اصلا. دي سانا اصدع بتاع التشيك بتاع التسعة من عشرة. التسعة من عشرة ايه منوت دي. انا كنت سألت عليها قال مش لازم تعمله. هو على اعتبر انها تطلع مسايفة ممكن. عشان كده الدكتور قال لكم كده. بس لها الافضل تعمل احنا. وفي التشيك شير لها مش مهندسة اول. بس المفروض الشير عندي بقى هنا بستة من عشرة الخيونة. اول مفروض. انا بقول لكم هي بس هنا مرسيف مش اكتر. الشير بتاع السيمبل اكبر بكتير من الشير بتاع الكونتينيوس. انت ممكن تدرب هنا في ستة من عشر. بس انت لأ خدها السيمبل. خدها السيمبل. ماشي يا شباب. اه حد عنده مشكلة حادة دلوقتي. غير بس ان الاف اس رينجو دي انا هتأكد منها في حالة لو استخدمنا. يعني هقرأ فيها اكتر بس انا هتأكد منها ان احنا هنستخدم بتاعة البوز دي مومنت ولا بتاعة لو استخدمنا. اه حد عنده مشكلة يا شباب. في المشروع مش مهندسة. جاي مديني في الروتبة بتاعة الحديد. عايزة عارف بس ومعناها ايه. يعني. 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 مش ميديك ايه استيل ايه? مش ميديك اصلا الاستيل? هو كاتب بس لو حرج ممكن تبتحل المشروع? اهو. اللي هو رقمهم ايه في الكشفات ياخدوا استيل اتنين وخمسين. ولا رقمهم زوجي ياخدوا استيل اربعة واربعين. يعني اللي هما رقم واحد رقم تلاتة رقم خمسة دول يتعاملوا مع استيل اتنين وخمسين. واللي هما رقم اتنين رقم اربعة رقم ستة. يتعاملوا مع مع استيل اربعة واربعين. بس. احنا في الشي طبش نختار برضو احنا او براحة او بس انت لو اخترت دلوقتي سيمبل فانت ملزم بعد كده هتعملها سيمبل ولا عكس بقى? هو كاتب سيمبل في المشروع. لو كاتب سيمبل في المشروع ماشي بس لا انا بس سايبها لكم مفتوحة اهو كل واحد يعمل له وعايزه. بس في الامتحان لو قال لك سيمبل يبقى انت لازم سيمبل. في الامتحان لو قال لك كونتينيوس يبقى انت لازم كونتينيوس. سبها لك مفتوحة انت حر. تمام مش ماشي. ماشي يا شباب. ان شاء الله لأسبوع الجاي في معادنا عادي. مش مهد بسا مدخلينا في المعدة. انا عادي. يعني نشوف زميلك لو لو كده انا من فيش مشكلة. لا لا افضل الصبح. لا افضل دلوقتي احنا لا ينفع. مش مهد بسا مدخلينا في معادنا ان شاء الله يزبو عادي. موسيقى 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 موسيقى